ونحن الإمامية نعتقد بأن الأنبياء كلهم معصومون من الذنب معصومون من كل دنس نفسي ودنس روحي ورجس عملي فنشاهد أن إمامنا أبو الحسن علي بن موسى الرضا في مجلس المأموم لما يسأل علي بن جهم في عصمة الأنبياء فالإمام صلوات الله وسلامه عليه يقول له بأنه ماذا يقول في داود من قبلكم يعني الذين كانوا قبلكم ماذا يقولون في داود عليه السلام وإذا نشاهد أن علي بن محمد بن جهم يقول يقولون أن داود عليه السلام كان يصلي في محرابه إذ تصور له إبليس على صورة طير أحسن ما يكون من الطيور فقطع داود صلاته وقام يأخذ الطير فخرج الطير إلى الدار فخرج في أثره فطار الطير إلى السطح فصعد في طلبه فسقط الطير في دار أوريا بن حيان فاطلع داود في أثر الطير فإذا بإمرأة أوريا تغتسل فلما نظر إليها هواها وكان قد أخرج أوريا في بعض غزواته فكتب إلى صاحبه أن قدم أوريا أمام التابوت فقدم فظفر أوريا بالمشركين فصعب ذلك على داود فكتب إليه ثانيا أن قدمه أمام التابوت فقدم فقتل أوريا رحمه الله وتزوج داود بمرأته وإذا بإمامنا الإمام الرضا من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله يضرب يده على جبهته يعني أنظر إلى عظم سوء النسبة يقول يضرب يده على جبهته ويقول إنا لله وإنا إليه راجعون لقد نسبتم نبيا هذا موجود من أحب في كثير من الكتب تفسير نور الثقلين الجزء الرابع صفحة أربعمائة وستة وأربعين يقول لقد نسبتم نبيا من أنبياء الله إلى التهاون بصلاته حتى خرج في أثر الطير ثم بالفاحشة ثم بالقاتل يعني توجد شنيع عظم من هذا الشنايع ونشاهد أنه الإمام الصادق عليه السلام يقول لعلقما إن رضى الناس لا يملك وألسنتهم لا تضبط ألم ينسبوا إلى داود عليه السلام أنه تبع الطير حتى نظر إلى إمرأة أوريا فهواها وإنه قدم زوجها أمام التابوت حتى قتل ثم تزوج بها فكل هذا يدل على أنها نسبة كاذبة ونشاهد في مجمع البيان في تفسير القرآن رواية عن مولانا أمير المؤمنين سلام الله عليه أنه قال لا أوتي برجل يزعم إن داود تزوج امرأة أوريا إلا جلته حدين حدا للنبوة وحدا للإسلام